اشتركوا في القناة صباحكم من جديد اليوم رح نتحدث عن العصائر المثالية ضمن أو خلال الشهر الفضيل عم نتحدث عن سان كويك وسان توب ورح نتحدث عن ميزات هذه العصائر أيضا الفرصة مفتوحة أمامكم لكل اللي تابعونا موجودين لايف عبر الفيسبوك رح نربح اليوم عشرين شخص عم يتابعنا نعم أهلا وسهلا فيكم ومنرحب أيضا بالسيد إلاف أبو شرخ وهو قائد فريق قسم التسويق أهلا وسهلا إلاف أهلا صباح الخير وأيضا ديالة العبادي من قسم التسويق أهلا نديالة صباح الخير أهلا وسهلا فيكم إذن إحنا لايف على الفيسبوك زي ما حكينا ورح نربح كل شخص عم يتابعنا رح نختار عشرين شخص الجائزة مكونة من صندوق سان توب 250 مل وصندوق سان كويك 840 مل أهلا وسهلا فيكم إذن ديالة نتحدث أكثر عن دايما بنحكي ببرنامجنا عم نركز على الصحة ونركز كيف الواحد أيضا يتناول السوائل بالطريقة الصحية فحطينا عن أهم ما يميز هذه العصائر أول شي خلينا نحكي عن شراب سان توب هو شراب سعودي للاصطناعة نعم بميزه أنه هو عالي وغني ببيتامين سي بالإضافة لأنه خالي من المواد الحافظة خالي من الملكيهات الاصطناعية وخالي من الألوان وبالإضافة أنه فيه نكهات متعددة وطبيعية طبعا أكيد وإن شاء الله تكون كل مناسبة لجميع الأشخاص جميل نعم إلاف أيضا سان كويك كمان تحكينا عن مميزاته لو سمحت نكهات مثلا المتوفرة ما يميز هذا العصير أكيد سان كويك هو عصير مركز ومحلة تخلطه مع الماء عشان ينتج عندك العصير الجاهز للشرب سان كويك يميزه عن غيره أنه هو فيه نسبة عالية من فيتامين سي زائد أنه هو مصنوع من الفاكهة الطبيعية فبالتالي هو بميزه هذا الأشي عن غيره من العصائر طبعا بسان كويك ممكن أنك تعمل مكس من 100 مل حتى ينتج عندك واحد لتر فبالتالي الزجاجة تسان كويك اللي تحتوي على 840 مل تعمل عندك 8 لتر فاصل 400 مل حالو تمام أيضا بدنا نسمع ونعرف أكتر عن سان توب والنكهات شو النكهات المتوفرة أيضا فينا العديد من النكهات والعديد من الأحجام فينا نكهة البرتقال نكهة المنقا ونكهة الأنناس بالإضافة لنكهة الفواكل المشكلة والتوتل المشكل جميع هذه النكهات هي عبارة عن نكهات طبيعية حالو حالو لاف يعني كمان الاسم هيك يعني الاسمين يعني كثير فاميليار بالنسبة للناس كلها في الأردن يعني هيك الاسم قريب من الناس فهو أكيد متوفر بكل مكان نعم موجود هو متوفر إحنا عنا عصير سانتوب وعصير السانكويك في جميع الأسواق الأردنية محلات تجارية الكبيرة والصغيرة المؤسسات العسكرية كافة يعني نقدر نحكي أنهم مغطيين من الجنوب لحديد الشمال في عصير سانكويك حالو أيضا الحلو في الموضوع أنه إذا نحكي عن سانكويك تحديدا هو يحضر في المنزل أيضا تحدثنا أكثر إلاف عن طريقة التحضير طريقة التحضيره سهلة جدا ممكن أنه زي ما ذكرت أنا سابقا من خلال خلط 100 مل من سانكويك مركز سانكويك وضافة 900 مل من الماء ممكن الناتج عندنا اللي هو واحد لتر من العصير الجاهز لشرب بمعايير دقيقة إن شاء الله 100% إنه حط يطلع لنا عصير نهائيا مش خفيف ونهائيا مش حلو الناس أغلبها بتواجه مشكلة إنه ممكن يعملوا مكس في العصير يطلع معهم شوي خفيف أو شوي تقيل صح هلأ 100 مل إن شاء الله بالزبط تعطينا واحد لتر جاهز لشرب بمعايير دقيقة حلو حلو نحن معنا فيديو خلينا نشوفه مع بعض هيك عن هذا المنتج طلبات كل واحد عنده مهمات انت عليك المعجلة دورك سنبوسة والقيمات واللي حليها الجمعات سنفك وبكل النكهات لا دراما ولا نفسيات مع جو المسلسلة افت الفرحة وشارك البشرة تلقي الكل هني رمضان اللي ننتظرها حليها نعصم كل نسمع أصوات الضحكات نفرح في كل الأوقات فرصة وجاء وبكرة أحلى من اللي فات ابدأ الفرحة وشارك البشرة مع سان كويك الآن من سان طوب عبود واحد لتر بنكية الفواكه المشكلة نعم يعني احنا كمان بهمنا لما نتحدث عن التحضيرات للشهر الفضيل انه يكون مريح اقتصاديا ايضا للناس دي اسمع منك الاف عن العروض اللي راح تكون ان شاء الله خلال شهر رمضان اكيد احنا في عنا عرض مميز خلال فترة شهر رمضان هو بلش من اليوم تقريبا او امنا بالهيك بس هذا حيكون عرض مميز عن سابق السنوات الآن الموجود في الأسواق هو ثلاث عبوات بحجم واحد لتر بسعر اثنين دينار وهذا اول مرة بصير تقريبا في الأردن انه ثلاث عبوات بحجم واحد لتر بسعر واحد دينار وهذا العرض الموجود من الآن لغاية نهاية شهر رمضان ان شاء الله حلو حلو كمان الناس يعني برمضان يعني بزيد استهلاك على العصير يعني هيك الاعدات مختلفة طبيعة الاكل والجماعات كمان كتير مختلفة فكمان فيه اشخاص بحب انهم يحضروا مثل ما عم تحكي التحضير الاف كمان يعني اشي هيك حلو ومميز ممكن نحنا يعني برضو هيك نحضر اشي على الهوازة بتحد اكيد اكيد الآن احنا راح نحضر لكم البريميكس التوتل المشكل زي ما حكينا كمان اللي موجود انه لا بيكون خفيف ولا حلو زيادة هاي المعايير مهمة جدا اي ازكى عصير انت بتحبيه دانا يعني بشكل عام انا اذا بدي اختار بختار اللي عم بيعمله ايلاف بحب التوت انواع البريميكس والتوت المشكل نعم انا هون حطيت 100 مل 100 مل اذا 100 مل مشكل مظبوط يعني كل حدا بيحاول يتفنن بالطريقة اللي هو بيحبها فيه ناش تحب تحط فواكه طبيعية صح انا حبيت كيف هون انتم مدخلين الفواكه الطبيعية للعصير شو بتنصح كمان ديالة بخصوص طريقة التحضير بنصح نحط كمان تلج اهم اشي خاصة بالشهر الفضل وحلو كمان اذا منحط كمان اعشاب زي ريحان زي نحنع هاي المنكيهات حموضتها بتوازن مع الحلاوة للعصير حالو اذا احنا كمان منذكر كل اللي بتابعنا معكم مجال رح نربح 20 شخص مجموعة مميزة من العصائر تفضل ما لك اذا احنا موجودين مباشرة عبر الفيسبوك رح نختار 20 اسم ممتاز. إذن نذكر شو عملت بالضبط؟ هلأ أنا عملت مئة ميل من عصير سانكويك وضفت له تقريباً لتر من الماء حتى ينتج عندي العصير الحكينا فيه إنه هو بكون مئة بالمئة بدون زيادة. تمام. طيب أنا مالك دي أخذ منك الكسات. شو رأيك؟ أريحك؟ يا. شكراً يا مالك. حابب إلا في ضيفنا بس استحى. واجبك علينا سيدانا. طبعاً كل الألوان طبيعية الموجودة بالحصير. مضان كريم شكراً. كل الألوان وأنك هات طبيعية الموجودة. هذه لازم نركز عليها إنه عم نحكي عن منتج طبيعي. شكراً. يسلاموها الإدين. شكراً. حلو. فمنقدر كمان أنه يعني أنا حسيت وانترهت إنه. بالفعل. بالفعل اللي عيار صح. يعني لا بتشوفه إنه فاقس. عصير الفاقس هذا خلص. فتجنبه طبعاً. والحلاوة أيضاً معقولة. زاكية كثير. كنا من نحكي عن النكهات كمان مرة وإشه اللي بميزوا يعني. حكيت أكثر إشي إنه في فيتامين سي إلى. نحن بنحكي عن سانكوك هو يعني في نسبة عالية من فيتامين سي. واللي بميزه كمان زي ما حكينا إنه هو مصنوع من الفاكهة الطبيعية. وهذه النقطة كمان كتير مهمة للناس حتى التوعى أكتر. إنه فعلياً سانكوك مصنوع من الفاكهة الطبيعية. عشان يكون إشي لذيذ جداً على مائدة الإفطار في رمضان. صحيح. ديالا إحنا كمان بهمنا موضوع الأطفال كتير بيحبوا العصائر. ونخاف عليهم دائماً من الصبغات والملونات. فبهذا الخصوص أيضاً شو بتحكي عن عصائر سانتوب. فيها كمان عصائر سانتوب فيها أحجام صغيرة مئة وخمس وعشرين مل ومئتين وخمسين مل. ميزتها العبوات إنه فيها شلمونة. بيقدر الأطفال يستخدموها بكل سهولة. غير عن العبوات الكبيرة اللي فيها الفتح والإغلاق. نعم. وبيقدر كمان الأطفال يستخدموها بالصيف. الأهالي بحطوه بالفريزر. أيوة. بيقدر يأخذوا الأطفال كسلش. والأم بتكون متأكدة إنه أولادها عم يأخذوا إشي عالي وغني بيتامين سي. وما فيه أي نكهات وأي ألوان موات حافظة. حيوة. كمان إلاف يعني أنا انتبهت إنه المنتج من 1966. نعم. من عام 1966 ومنتشر في أكثر من سبعين دولة. نعم. يعني هذا من عام 1966 يعني يعطيه يعني هاي المصداقية وأنه صلوا فترة كتير طويلة في السوق ومنتشر بشكل كتير كبير. نعم صحيح. هو سنكويك موجود من يعني أكيد كلنا بنعرف إنه سنكويك موجود من زمان. بس هو بلش في منتصف الستينات زي ما حضرتك حكيت. موجود بأكثر من سبعين ماركت حول العالم فهذا إشي بميزه كمان. نعم. تمام. لما شفنا الإعلان دائما إعلانات رمضان صارتك تشكل جزء من ذاكرتنا ومن التقوس للشهر الفضيل. وهذا الإعلان كمان بيعطينا جو الدفء وجو العائلة. فزي ما حكى هيتم كمان إنه هالمدة وهالسنين قديش المصداقية مهمة وإنه ما كمل لولما كان هو عم يقدم لكل الناس المهتمين بالشكل الصحيح واللائق. أكيد. صحيح؟ أكيد. ديالله شو بتحب تضيفي قبل ما نعلن عن أسماء الرابحين؟ أحب أحكي للناس إنه يديروا بالهم برمضان. وإنه نحن عارفين إنه هلأ دخلنا إحنا على أجواء الربيع شفي الصيف. فيظلهم متراتبين يشربوا عصائر يكونوا الأشخاص منطقيين يعرفوا إيش عم يختاروا عصائر تكون مفيدة ويكون فيها فيتامين سية وأكيد صحية. حالو حالو لا يعطيكم ألف عافية. بدنا نعلن الرابحين شو رأيك دانا؟ نعم نذكر بس بالعشرين اسم. عشرين اسم نذكر بالجائزة اللي راح يربحوها. هي عبارة عن زي ما حكينا مكونة من صندوق من سان طوب 250 مل وصندوق سان كويك 840. أوكي العشرين اسم الوجودين عندنا راح أحكي عشر وانت عشر. ماشي يلا بس يبعتوا لنا الرقم. شباب عم بيحكوا إنه بعتوا لنا أرقام تلفوناتكم على يعني اللي بسمع اسمه وبفوز. بعت لنا رقم تلفوناك لو سمحت مسج على صفحتنا على الفيسبوك مشان نقدر نتواصل معك. نعم إذن تم السحب عشوائيا لكل أشخاص اللي شاركوا على الفيسبوك. أول اسم معنا محمد محمود صالح محمد ديالة عبد السلام وسامية بطاينة أيضا معنا إبراهيم أو ربح معنا إبراهيم معاهد وحنين علي أم حمزة أم عبد الكريم أحمد محمود وأيضا حياة حدد. نعم أم صالح أم صالح نعامنة نعامنة نعم لارة محمد أم مالك أم منذر بياض الثلج نسرين حمدي مروى جرار أمل ديب ورزان خلفات. ألف مبروك لكم كل الأشخاص اللي سمعوا أسماءهم بعد ذنكم. بعتوا لنا أرقام تلفوناتكم على الصفحة لحتى الجملاء في الإعداد يقدروا يتواصلوا معكم. نعم إذن رمضان كريم شكرا لحضوركم معنا إلى أبو شرق قائد فريق قسم التسويق وديالة العبادي موظفة في قسم التسويق نورتونا كل عام. شكرا على هذه الهدايا المقدمة من خلالكم.